بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مودة تعالوا نرحى الرحلة إلى بيوتنا عشان ننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة والرحلة دايماً بتبقى رحلة في الحقيقة عشان نوصل ببيوتنا إلى بر الأمان نوصل إلى بيوتنا إلى بر السلامة إحنا عندنا حاجة ظاهرة كده ظاهرة مشهورة أوه أوه في البيوت ترتبت من أشياء كتيرة جداً جداً منها فقد التنشيء على المسألة الزواجية ومنها كمان الخلل فيه مفهوم معنى الأنوسة ومعنى المرأة فبدأ عندنا تظهر ظاهرة بتزداد مش بقول إن هي ظاهرة وليدة النهاردة لكن بتزداد الظاهرة دي ظاهرة إيه؟ الزوجة البنوتة إيه حكاية الزوجة البنوتة دي؟ طبعاً إحنا كتير من الناس هيقولوا زوجة البنوتة إيه؟ وإحنا عندنا الزوجة دلوقتي بقت بتنزل العمل وبتنزل تعمل أعمال شقة فإزاي هتبقى فيه زوجة البنوتة؟ لكن ما زال عندنا دي مشكلة وأنا أعرف إيه حكاية الزوجة البنوتة الزوجة البنوتة دي يعني إن فيه زوجة تظهر منها سلوكيات وتصرفات تشبه تصرفات الأطفال أو تصرفات البنات الصغيرة اللي هم لغاية دلوقتي لسه ما نضجوش وإزا كانت الزوجة سلوكها يشبه السلوك البنوتي ده فيمكن نحنا نعمل معها شوية إجراءات الإجراءات دي جاية من كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة السيدة عائشة كانت صغيرة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتح لها الفرصة إن هي تقول رأيها وإن هي تتناقش وإن هي تبدي رأيها وتتكلم في وسط رجال لدرجة إن السيدة عائشة وصل بيها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها مكانتها وأعطاها الفرصة إن هي تنضج فإيه اللي حصل بقت السيدة عائشة لها مناقشات للصحابة لدرجة إن بقى فيه كتاب اسمه الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة يعني السيدة عائشة خرجت من سنها الصغير إلى النضوج بفعل صاحب المواهب وصاحب جوامع النعم صلى الله عليه وسلم فأثر في حياتها فجعلها هكذا طيب نعمل إيه بقى مع الزوجة البنوتة دي؟ الزوجة البنوتة دي نعمل معها ما يلي ما حدش يعلن أن السيدة عائشة كانت فيها مسألة الزوجة البنوتة لكن إحنا بنقول كيف نتصرف مع المرأة الزوجة التي ترى نفسها صغيرة أول حاجة الحوار المفتوح نعمل حوار مفتوح معها حوار صريح تعمل حوار صريح مع زوجتك بدون انتقادات نتوقف عن الانتقادات السلبية أنت مش نطجة كفاية أنت بتعملي تصرفات ما تنفعش من واحدة زوجة أنت مش مسؤولة نتوقف عن الانتقادات السلبية ونفتح حوار مفتوح نسألها عن أسباب سلوكياتها هي إيه اللي بيخليها مش منتبهة لأن البيت دوت مسؤوليتها هتقول شوية أسباب ما تعودتش على ده ما أنا معرفش أعمل ده إزاي ما إيه بيه بيه اللي انت بتعمليه دوت إزاي الفلوس بتخلص من أول الشهر كده في خمسة منه مش عارف فنفهم نفتح حوار معها عشان نفهم إيه اللي إيه السبب ونحاول نفهم مشاعرها وهي بتواجه إيه تاني حاجة التواصل الفعال بقى يعني إيه تواصل فعال نعزز ما بين ده التواصل الفعال نقدم لها الدعم العاطفي ما تخفيش أنا جنبك يا حبيبتي وأنا مستعد إن في أي وقت نتكلم وهكلمك وهسمعك بدون خوف وهكلمك بدون انتقاد فلازم يبقى فيه تواصل فعال رقم 3 بعد التواصل الفعال نحدد فين المشكلة بقى لأن بعض الأحيين بيبقى عندنا مشكلة كبيرة أوه أوه إيه اللي حاصل هي في كل حاجة ما تنفعش لا 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 نحدد المشكلة وقوه بدق إيه هي السلوكيات اللي هي محتاجة تغيرها عشان هي بتشبه السلوكيات البنوتات الصغيرين نحدد هي مش قادرة تهتم بالبيت مش قادرة تدير البيت إيه اللي مش قادرة تديره في البيت مش قادرة تدير الموارد المنزلية مش قادرة تدير شغلها مع الاهتمام بجوزها حاجة دقيقة كده حاجة واضحة طيب الحاجة الرابعة نعمل إيه؟ احنا قلنا في الأول خالص ببساطة خالص إن احنا نبتدي نسمع ونعمل حوار مفتوح تاني حاجة نعمل تواصل فعال تالت حاجة نحدد المشكلة بدقة رابع حاجة نعمل إيه؟ نوجه بلطف نقدم التوجيه بشيء من اللطف خالص إذا كان فيه سلوك معين عايزين نغيره نستخدم لغة إيجابية ومشجعة على فكرة أنت لو أنك أنت كتبت الاحتياجات وقسمتها على الشهر الله أكبر عا تبقى حاجة رائعة الحاجة دي ممكن تخليكي تشعري بأنك أنت بتنتقل لمستوى تاني في مستوى الأنوسة عا تبقى المرأة الكاملة يبقى كده قلت زيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة تقول هصفوره من عصافير الجنة يروح على طول رسول لا مأكد على كلامها فيقول أهو غير ذلك يا عائشة كلامك صح هو ده فلازم نعمل إيه؟ نوجه بإيه؟ نوجه بحكمة رأى خمس حاجة لازم نشاركها في اتخاذ القرار لازم تتعود أنها تشارك في اتخاذ القرار واعتبر مشاركتها في اتخاذ القرارات ده نوع من أنواع الأشياء المهمة جدا ولازم نشعرها بأن هي شريكة حياة أن الحياة مشتركة بنا ومعنى أن الحياة مشتركة بنا مفيش إهمال ليها مفيش أي نوع من أنواع استبعادها لا هي مشاركة ولابد أن احنا نشعرها أن حتى لو كانت السلوكيات دي مش إيجابية لكن هي تشارك ليه طيب أتشارك؟ لأن هي ودوة اللي عايزود شعورها بأن هي مسؤولة سادس حاجة يعني خلينا أقول لكم مثلا نحن نجي نطب السيدة مؤيمن كان بتقول أن السيدة عائشة كانت تنام حتى تأتي الدجن وتأكل عجينة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من السيدة عائشة ده مش معناه أن هي تستبع أبدا رقم ستة أبحث بقى عن دعم نفسي ومهني زي الإرشاد الزواجي زي لو كان فيه أمر يتعلق بالنفسية بأن هي بتكره فكرة الجواز فقد تكون محتاجين لو في المشكلة بدأت تؤثر تأثير كبير على أن هي مش قدرة تعيش حالة الجواز قد نكون محتاجين دعم نفسي أو دعم مهني من المتخصصين في العلاقات رقم سبعة وده شيء مهم جدا الصبر والتفاهم لازم يبقى عندي الزواج صبر وتفاهم زي ما حضرت النبي قال لنا إذا كره منها خلقا راضي منها لآخر يصبر عليها ويتفاهم يتفاهم أن هي بتتعلم يتفاهم أن هي بتنضج يتفاهم أن فيه حاجات هي محتاجة وقت عشان تتغير فيها فيحتاج الأمر في بعض الأحيين إلى وقت يبقى إيه اللي يحصل فنفكر بأن إحنا أصدقاء وأن إحنا متفاهمين ونبتدي لنا بأدوار تحسن من مسألة الزواجية تامن حاجة وآخر حاجة إن إحنا نعمل عمل مشترك دايما نتذكر إن إحنا شركين في الحياة فإن يحصل فنعمل أعمال مشتركة ونبقى مسؤولين عن تحسين العلاقة مش هي بس أنا كمان مسؤولين عن تحسين العلاقة ونحاول نقدم حلول مع بعض ونعمل هدف مشترك مع بعض الهدف المشترك مع بعض هيعزز علاقتنا وخلي علاقتنا أكثر استقرار ده شيء مهم جدا طيب ده الجزء الأولاني في مفهوم الزوجة البنوتة في جزء تاني ممكن يكون في مفهوم الزوجة البنوتة إن الزوجة مش صغيرة بس حاسة إن هي منطلقة عزبة يعني إذا كانت الزوجة بقى حاسة إن هي عزبة وعزبة يعني إيه مش متجوزة هي من صغيرة بس حاسة إن هي ما عنداش مسؤوليات زوجية هي ما زالت حتى الآن زوجة عزبة فنعمل إيه؟ هنعمل برضو شوية إجراءات يبقى أن أول خلص إحنا عندنا زوجة بنوتة هنا بقى هنعمل إيه؟ هنهتم شوية بالزوجة العزبة المهمة التعامل مع الأمر ده بحساسية شديدة نحترم مشاعر الزوجة دي ونبني معها حوار مفتوح وتعالوا نشوف الخطوات إن إحنا ممكن نعملها في الحلقة النهاردة هنتكلم عن الخطوات بس إن ده كفاية عشان نقدر نوصل إلينا فيه أول حاجة نستمع بهناية لهذه الزوجة العزبة ونسمح لها بالتحدث والتعبير عن مشاعرها في بعض الأحيان إحنا ممكن ما نعرفش هي إيه الوضع اللي هي فيه لأن إحنا مش عارفين مشاعرها وأول ما نعرف مشاعرها ده هما من أطعاش وما نقدمش تقييمات سريعة لها يبقى أول حاجة نستمع إليها باهتمام تاني حاجة الفهم والتأدير فاكرين أنا دايما في الحوار بقول إيه؟ أنا بنفهم وأنا تفهم وأنا تفاهم هنا بقى عايزين نفهم ونقدر نعمل إيه؟ نحاول فهم مشاكلها ومخاوفها في كتير من الأحيان ما هي بتبقى زوجة عزبة لأنها خايفة تبقى زوجة هتفقد شوي من حرية هتفقد هتبقى مش أنسة كاملة فهي عندها ده فنفهم ونقدر مشاكلها بشكل عميق جدا 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 ونقدر ده ونقدر ده بشكل واضح تالت حاجة البحث عن الأسباب نسألها عن الأسباب اللي بتجعلها تشعر أني أني بهذا الشكل هي عتكون أحسن وأسعد ليه هي مش عايزة تبقى زوجة وعايزة تفضل عزبة وبتحاول إيه اللي حاصل يعني؟ ونحاول نساعدها في ده رابع حاجة نقدم لها الدعم العاطفي نعرفها ونحسسها بإن إحنا متمين بيها وما زلنا بنحبها ونذكرها بإن إحنا دايما في ظهرها ومش أنسيبها أفدا خمس حاجة نقعد مع بعض ونبحث عن الحل مع بعض عشان هي تحس إيه؟ إن هي مش هي تلمي عليه العبء كله لكن هي في حد جنبها وبيحاول يتكلم معها طيب وإذا ما لقناش حل ما عرفناش نوصل لحل هنتحدث مع متخصصين وناخد خطوات عملية عشان نقدر نعمل ده سادس حاجة إن إحنا نزور بقى المتخصصين لو كنا محتاجين إن إحنا نزور متخصص نفسي أو متخصص في الإرشاد الزواجي هنروح نزور ده فلاه كمان هيبقى يساعدنا جدا 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 على إن إحنا نتخلص من ده إيه اللي بعد جدا نعمل إيه بقى؟ اللي بعد كده نعزز العلاقة بنا نحاول تعزيز العلاقة بخروجة بإعداء وقت جيد مع بعض نقعد مع بعض ساعة كده مفيش أي حاجة بنعمل أنشطة مشتركة بنشرب مع بعض حاجة بنتكلم مع بعض عن ذكرياتنا نعزز العلاقة يبقى إحنا لازم نراعي حاجات مهمة جدا 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 كل الخطوات اللي إحنا قلناها دي ده اللي ممكن نحل بيه مسألة الزوجة البنوتة الزوجة البنوتة سواء كان الزوجة البنوتة اللي بتعمل سلوكيات النساء الصغيرات أو الزوجة البنوتة اللي هي عازبة إحنا لازم وإحنا بتعامل مع المشكلة دي نتعامل برقة وبتفهمة ونقدم الدعم العاطفي ونتواصل تواصل جيد ونخلي التواصل ده مفتوح مفهوش نوع من أنواع الأحكام ونستمر في حل المشكلة وما نتوقفش وما نبديش إن مشكلة معقدة ولا حاجة لأن من الأفضل دايماً بيكون إن نحن حتى لو كانت المشكلة شايفين إنها معقدة إن نحن نعبر على إن المشكلة لها حل وإذا كانت المشكلة أصعب من قدرتنا على طول نروح للمتخصصين سواء كانوا في الإرشاد الزوجي أو كانوا من أهل علم النفس كل مشكلة لها حل لأن الله ما أنزل دا أنا إلا وأنزل له دواء الحكامة ما انتهتش نستطيع إن احنا نغير من كتير من خصائصنا ونغير كتير من سماتنا بس بيبقى فيه شرط واحد نلاقي اللي يقف جنبنا الزوجة البنوتة لو لقيت حد وقف جنبها هتتغير وتبقى الزوجة والأنثة الكاملة اللي إن شاء الله تسعد وتسعد وتكون باب من أبواب السعادة يا رب العالمين أسعدنا واجعلنا دائما في رضاك واجعلنا دائما في محبتك وفي لطفك يا كريم يا أدود انظر إلى بيوتنا بودك ومددك وكرمك فاجعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة يا أرحم الرحمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل يا سادة نستقبل أنواركم ومبركتكم نستقبل أسئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومبركة وتبقى جسر مفتوح لنا على مجالس العلم اللي بتبقى أنورها في قلوبنا ونفضل في مدد ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والمدد على الدوام وناخد أول سؤال من السيدة أم أحمد السيدة أم أحمد وعليكم السلامة ورحمة الله وكاته فضل ونعمة الحمد لله ربنا يبارك لك محتاجة من حبيبها لدعوة بس يا شيخ الله يبارك لك ربنا يوسع عليك ويفوكي كربك ويزيح عنك وريح لك وتعبني أنا وأولادي قوي نعم جوزي متجوز علي وتعبني أنا أولادي وتعبني الأوصى الموضوع ده والبيت متضمر بالتبابون أنا أتقرب جديد ده حصل من إمتى بقى مثلا تيل بس أنا معرفتش من فترة قريبة لا معناي يعني أنت عرفت من إمتى عرفت من شهري مثلا أنا عرفت بعد ثلاث شهور كويس طيب فأنت بتقول إي أنا أعمل إيه صح؟ أو طب وهو موجود معاكم في البيت ولا قاعد لا مش موجود لأ طيب عايش في بلد غير اللي إحنا فيها طيب يعني هو عايز في نفس البلد اللي إنتو فيها صح؟ لا لا مش في نفس البلد هو عايش في مكان وفنا في مكان يعني عايش في قرية تانية أو طيب أنا عقولك تعملي إيه حاضر بوصة سيدة محمد هدلوقتي طبعا كل الإرشادات اللي بتبقى في السياق ده سياق اكسبي يعني فكرة الصراع ما بينك وبين الزوجة التانية لا خالص أنا ما بحبش الطريقة دي والطريقة دي مش هي اللي تريح قلبك الطريقة اللي تريح قلبك هو إيه؟ هو أن أنت تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدير العلاقة بينك وبين زوجك يعني ربنا هو الذي يمسك بهذه العلاقة بينك وبين زوجك فتعملي إيه؟ تبصي بنت الحلال تعملي ما الله سبحانه وتعالى طلبه منك أن أنت تعيشي بالمعروف وعاشرهن بالمعروف تحاولي بقدر الإمكان أن أنت تفعلي ما فيه بركة بركة وفيه عمل يعيد بجمع الأسرة مرة ثانية جوزك راح تجوز تاني مش هقولك أنت السبب لكن أنت وأنتوا لتنين السبب فنعمل إيه؟ مسألة ببساطة خالص أنت عليك أن أنت تبحثي إيه اللي يريحكم أنتوا لتنين وأنتوا مع بعض فلذلك أول حاجة تعمليها أعودي معاه وتكلمه قولي له سيبك من أنك أنت متجوز لأنه خلاص إحنا دلوقتي عايزين ندير أنه متجوز فكرة أن أنت توقف عنده نقطة أنه ما يتجوز هو متجوز من سنتين فالأمر واقع دلوقتي فالحل تعودي معاه وتقولي له إحنا عايزين نعيش مع بعض بما يرضي الله يعني إيه بما يرضي الله؟ سيبك من أنه سألت أنه فيه زوجة تانية دلوقتي في حياته تقولي له إحنا نقعد مع بعض وتعالى نقول إيه تلات حاجات إحنا بنحبها أو تلات حاجات لازم نراعيها أول حاجة أنا عايزة نراعي الخطوط الحمرة إيه الخطوط الحمرة؟ أنا مش عايزة حد يعرف حاجة عن بيتي مش عايزة في زوجة تكت التانية دي تعرف حاجة عن بيتي الحاجة التانية أنا عايزة عندي خط أحمر إن أنا أحس إن بيتي تهد وإن أولادي متعرضين لخطر فده خط أحمر فده مش عنا أقرب من ناحيته حاجة التالتة ده خط أحمر كمان إن أنا عايزة بيتي يكون في سلامه وفي أمان مش عايزة يبقى في تهديد طيب في تفضيلات إنت لك تفضيلات وأنا ليه تفضيلات إنت عندك خطوط حمر إن أنا ما اتصلش بزوجتك الأخرى ومالو فاستعال أن نحط إيه لخطوط الحمر اللي إحنا هنحطها لبعض ونتفق عليها ثم بعد ذلك نيجي نتفق على التفضيلات أنت بتحب إيه وأنا بحب إيه حاجة التالتة إيه الأصول اللي في البيت اللي إحنا لازم نحافظ عليها لازم نحافظ على أصول إن إحنا نبقى موجودين مع أولادنا لازم نحافظ على أصل إن إحنا دايماً أولادنا يحسوا بإنه حياتهم دايماً بتتقدم لقدامها بترجعش الورا أصول لازم نتفق عليها يبقى الثلاث حاجات دي أعودي مع جوزك واتفق عليهم إيه هي الخطوط الحمرة وإيه هي التفضلات وإيه هي كمان الأصول اللي لازم تمشوا عليها وهم يكاد يكون بالترتيب ده لأن الخطوط الحمرة ده هتبرد قلبك والتفضلات دي ترجعكم تاني أن أنتوا حاسين أن الجواز ده قيمة إضافية والأصول دي اللي أنتوا هتحطوها عشان تحققوا بها التفضلات اللي أنتوا عندكم وتقدروا ما تتخطوش الخطوط الحمرة يبقى إذن ده اللي أنا شايفه وده اللي أنا شايف أن أنت ممكن تعمليه أنا قلت ربطي لك أمثلة لو عملت كده أظن أن أنت حياتك هتبقى أفضل نعم الأستاذة ممحمد تتفضل حاجة ممحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم حتركاته تفضلي حضرتك دي لاتي أنا متجوزة لي عشرين سنة نعم وجوزي بخيلة علي من ساعة متجوزت وكل ما كلمه ما فيش غير الضرب والإهانة والشتيمة وأنا وأهلي وأنا تبقى موظفة وتلقى تمعاش مبكر وبصرف على البيت وبصرف على عيالي زيه بس هو بخيل معي فدل بقى فاكدت شخصه قالي أنا كل ما يجي يطلب مني العلاقة أنا برفض فهل علي وزر بترفضي ليه بترفضي عشان لا هو بيجي إهانة وشتيمة وطرب وما بصرفش علي ولا يديه حالي فأنتي نفسيا مش قادرة مش قادرة فكل ما يجي يطلب مني وهو أصلا مسافر بيشتغل برة وبيجي كل خمساشر يوم فالأسبوع اللي بيجي فيه حتى ما بيجي مع عياله بيطلع يروح عند أهله ويسيبنا أنا وعيالي فما بيجي لكي القطر كافية دي يجي يطلب ويشتم ويجي بعديها بربع ساعة يجي يقول أنا عايز العلاقة طب أنا نفسيتي أصلا مش قابلة فهل علي وزري يا فضلت الشيخ سؤالي لو أنت أسألك سؤال هل أنت لو حصلت العلاقة أنت ممكن يحصل لك شيء أي شيء نفسي بتعياطي بتكتائي لأنه أصلا حضرتك فيه حق الزوج وحق الزوج أنا ما بدينيش حق الزوج لا سيبك سيبه أنا دلوقتي بس عشان أحدد دلوقتي بحدد الفتوى مش بحدد دلوقتي يعني أنا أقولك نصيحتي لعلاقتكم الزوجية تتصلح إزاي بس خلينا نقول دلوقتي أنت نفسيا ممكن تحس أن أنت أجرار لك حاجة لو أن حصلت العلاقة طيب أنا أكلم حضرتك أم محمد بص يا سيدي بص يا سيدي أول حاجة أنا كلامي دلوقتي مش لكي ما ينفعش كده اللي أنت بتعمله ده ده حضرت النبي حذر منه أن الواحد يضرب زوجته جلد العبد ثم يأتيها ثم يطاقها إيه النفسية إيه دي أنت كده عايز مش عايز زوجها أنت عايز آلة تفرق فيها شهوتك طب وإيه الحل التاني فيه حل تاني أولادك دول موجودين وأولادك دول كبروا فأنت في أخطر وقت مع أولادك يعني أولادك عندهم 19 سنة لو حد عنده 19 سنة أو عنده 18 أو عنده أو عنده 13 أو 14 فهم في أخطر وقت فأنا شايف أن أنت تغير علاقتك بالأسرة كلها يعني مفهوم الأسرة كله تغير علاقتك بيه تغير علاقتك بيه إزاي؟ شوية حنية قبل ما تيجي تكلم أولادك وتاخدوا ذاتي معاهم عشان يحسوا أن أنت موجود في حياتهم بدور تاني غير دور أن أنت بتيجي تاكل وتشرب وترميلهم فلوس وتجمع زوجتك وتمشي مش هيه ودات الدور بتاع حضرتك لا حضرتك دور مفرخ ولا دورك دور ATM أن أنت تبقى صراف فلوس ولا كمان دورك أن أنت بس يعرفوا أن هم عندهم نسب لأب أنت دورك أن أنت إنسان أنت هتتوجع يعني بعد الشغل ده لما ترجع أنت البيت وتلاقي البيت ده وتمع عرفكش أنت هتتوجع فعشان ما تتوجعش إيه اللي يحصل أرجوك حاول تقعد وتتكلم مع أولادك أرجوك حاول تشارك أولادك اللي هم بيعملوه أرجوك حاول تفهم أن البيت مش بس عشان أنت تلاقي فيه لزة لكن البيت عشان تلاقي فيه وسع تلاقي فيه سعادة تلاقي فيه محبة تلاقي فيه مشاعر وساعتها هتعرف معنى الراحة معنى الراحة لما تكون سعيد في بيتك مش معنى الراحة أن أنت تعمل لزتك وبس فعشان خطري حاول بقدر الإمكان توعد مع زوجتك أما السؤال اللي أنت سألتهه لو أنت حاسة أن أنت عايجي لك إنهارة عصبية أو حيزة كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا بنتي فإحنا دلوقتي عايزين بس نصلح ما بينكم طب إذا كان فيه مشكلة عويصة الأسبوع اللي هو بيجي تعالى زورنا في مركز الإشارات الزواج ونحل مشاكلكم مع بعض ونشوف إزاي المسألات تتحل وكل ما فيش حياة 120 سنة ممكن تبتدوا مع بعض من جديد وممكن حياتكم تبقى أفضل وأحسن من جديد لو أنتوا عايزين وبتقصدوا وجهة الله سبحانه وتعالى فياريت تفضلوا ونتكلم مع بعض إن شاء الله أستاذ محمد يتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دائما في كل خير شكرا على المعلومات القيمة ورفع الوعي عندنا بالبرنامج الرائع دوت ربنا الله يعز حدك وسلم ربنا يحفظك أستاذ محمد سؤالي حضرتك قيمة المنقلات بتاعت الزواج وكذلك ما حضرتك عارف إنها تقريبا لك بالمشاكل الزواج في الفترة دي في مجتمعنا رأي الدين فيها إهالية أصلا هي حاجة فعلا ضرورية ولا هي ممكن التنازل عنها أكلم حضرتك على فكرة المنقلات وإحنا ممكن أن نعمل حلقة على فكرة فكرة إيه قضايا وشبهات وإشكاليات مسألة الصداق ومسألة المهر خلينا أقول لكم نقطة بس بسيطة والله مش هتطول عليكم بس حاجة مهمة أول إحنا عشان حصل خلل في مفهوم الزواج فتحول جنة التدايون الكمي أنتوا طبعا واخدين على مفهوم التدايون الكمي التدايون الكمي اللي بيقول الجواز حق واجبات طب عم عملوا الجواز حق واجبات ليه لأن الناس اللي هم عايزين يخلوا الجواز حق واجبات هو راجل عايز يعدد وعايز يبقى عنده زواجات كتيرة ويغير فعايز يخلي الجواز حق واجبات عشان إيه يبقى عديق يعني عشان يبقى إمكانيات الزواج ما يبقاش بقى يحججها ما يبقاش يصرف عليها ويعالجها ما يبقاش ما يبقاش ما يبقاش فيبقى الجواز كده عديق فخلوا الجواز حق واجبات الجواز مش بيبنى على حق واجبات الجواز بيبنى على القيم وأعظم قيمة بيبنى عليها جواز اسمها قيمة الفضل إن الاتنين مبني يعنيهم للفضل فلما حصل خلال ده ابتدت المسائل تسرح في كل مفاهيم الزواج ومنها بقى مفهوم الصداق بقيت الناس مش مقامنا بعض على أولا الناس مش مقامنا الأزواج على بناتهم فحبوا يعملوا إيه؟ يحبوا يحصنوا بناتهم فقالوا تعالوا بقى نعمل إيه؟ نعمل شوية تأمينات نعمل إيه بقى؟ فنخلي مؤخر الجواز كبير ما أجابش نتيجة طب ننضيف شوية حاجات نخلي الشبكة كمان الشبكة تبقى جوز من المهر ونقصدين أنه تبقى جوز من المهر ما أجابتش نتيجة قالوا طب وبعدين البنت دلوقتي كان زمان الراجل هو اللي بيجهز الشأ دلوقتي احنا بناخد المهر والبنت بتاخد المهر بقى اللي هو فلوسها دي فتاخد المهر فأهلها يجهزوها الجهاز اللي هي ما كانتش مفروض تجهزوا فبقى بيدفعوا بالمهر الجهاز اللي هي بتجهز بالبنت اللي هو بيعملوا بيديها المهر أو بيديها الشبكة فهم يروحوا متصرفين في الشبكة أو يتصرفين في المهر عشان يجهزوا الأمر ده فإيه اللي حصل فابتدوا يبتكروا يخترعوا فكرة فكرة إيه بقى القايمة المنقلات قايمة المنقلات إيه اللي هي التجهيزات اللي جاهزتها البنت اللي هو يبقى يسمه الشوار يبقى يسمه العفش يبقى يسمه كل الأسماء دي كلها اللي في الغالب في الغالب في الغالب متجب فلوس البنت اللي خدتها مهر وخدها أهلها مهر وحطوا عليها كمان فلوس عشان يجهزوا البنت عشان ما تبقاش يعيني مكسورة الخاطر وهي راحة تتجوز فحصل ده فابتدوا يقولوا ايه طب نعمل ايه بقى ده الحاجة دي بتهت البنت لان ما كانتش المفروض ان هي اللي تجهز فابتدوا يكتبوا ايمة المنقلات فين فيه اوراق منفصلة عن العقد ومتصلة بيه يعني ايه اللي حصل احنا وبنكتب العقد بنكتب كمان ايمة المنقلات ايمة المنقلات دي لو كانت بتحكي عن ممتلكات الست اه طبعا حقا لو كانت بتحكي عن الحاجات اللي هيش ترتها بفلوسها وبتاعتها او طبعا حقا فقايمة المنقلات بتاعت الحاجات اللي استيت معاها فواترها وبتاعتها فدي حقاها قولا واحد وده كلام يتناسب مع الهوى دلوقتي ويتناسب مع اللي احنا قلنا دلوقتي ان ايمة المنقلات دي ايه ايمة المنقلات بقت احد ادوات الحفاظ في ظل الجواز اللي هو بتاع الحقوق الواجبات اللي انا مش موافق عليه أنا موافق على الجواز بتاع القيم وموافق على أن الحق والواجبات دي بتعمل إيه؟ بتدعم القيم مش بديل عن القيم مش يبقى متجاوزين على أني حق وحقك ونعتبر ده جواز لا إن أنا هفضل معاك وسندك وأفضل كتفي بكتفك وهو أنا هفضل سندك وانت لحمي ودمي وعرضي هو ده الجواز ده اللي نحن نعرف في الجواز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مؤدة ورحمة هو ده الجواز اللي احنا نعرفه لكن الجواز خدوهات ده هو ده اللي احنا عايشينه فبندعم ده بإن الجواز شركة شركة يعني إيه؟ كل واحد ليه حصة والجواز لو ما جابش مكسب خلاص نفض الشركة كلام فارغ الجواز نعمة الجواز مولود جديد وعشان كده لازم نعيد النظر في الأمر ده مرة تانية ده محتاج إيه؟ محتاج زي ما تفضلت وعي محتاج زي ما تحضلت تفضلت ثقافة فأنت عايز تقول لي هل الأيمة من الدين؟ لا هو السؤال هل الأيمة تخالف الدين؟ لا الأيمة نوع من أنواع حفظ الحقوق طب هو واجب أن الناس كلها تعمل الأيمة مش واجب على الناس كلها تعمل الأيمة زي عال واجب أن الناس أن يبقى عندها مهر كبير ده مش واجب على الناس أن يبقى عندها مهر كبير لكن هي القصة إيه؟ أن الأيمة دي ابتكرها الناس عشان يحفظوا على الحقوق خوفا على هذا الأمر هل أنا بحبز ده وهل أنا برفض ده أنا بحبز أن الناس تحافظ على الحقوق وأن الناس تعيش في مواده ورحمة هو ده الكلام لكن بتحفز أن يبقى فيه أيمة أو ما يبقاش فيه أيمة مش هو ده حسب أحوال الناس لكن الحقيقة لازم نعيد النظر مرة تانية عن منطلقاتنا في الجواز نعم نعم يا سيدي أستاذ عبدالله يتفضل إزايك يا سيدنا الشيخ إزايك يا مولانا لا كده بقى يبقى كده توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون يا حج عبدالله حاضر حاضر اتفضل يا مولانا اتفضل يا حج عبدالله أنا خالي أكل حقوق أمي وإخواتها إزاي بقى بقى البيت ومدلهمت حقهم يعني البيت كان مراس عن جد عن أبو مراتك آه وبعدين راح خال خالي أكل حقهم كويس يبقى هو إلا حاصل مدلهمت حاجة مدلهمت حاجة ولا تعريفة طيب كامل يا حج عبدالله هو ادعى أن أبو كتاب له البيت ده بيعه شراء بيعه شراء لا معلش البيت ده كان بتاع جدي الله يرحمه طب معلش هو بيقول إن جدك باع له البيت ده بيعه شراء لا هم لو هو باعه إزاي وهو يبيعه إزاي ابيه لو ما كانش هو مش هو البيت ده بيت ورصة مش البيت ده باسم جدا أيوة أيوة بيت ورصة فهو باعه إزاي بقى باعه إزاي مش لازم لما يبيعه هو يملكه كله عشان يقدر يبيعه آي يقدر يبيع بيت ورصة أزاي من غير ما يكون عنده عنده عقد ملك معاه العقد البيئة عقد البيت ما معهوش عقد بيت ولا حاجة البيت بيئ ورثة طيب عجوبك حاج عبدالله نعمل ايه انا عجوبك حاج عبدالله بصي حاج عبدالله الوضع ده وضع سهل او اوي لو انه هو باع البيت بالعقد الازرق ده او اي عقد كان موجود ده باع البيت بالعقد ده خلاص هو باع البيت بغير صفة هو بقى البيت بإيه؟ بغير صفة هو كل الحكاية هو يستطيع أن يبيع حصته في البيت اللي هي حصة على المشاع لأن بعد وفات جدك كان لازم يحصل حاسس مع فرز وتجنيب وكل واحد ياخد يحصته طب وإحنا شركاء في البيت ده يبقى البيت ده بيت ورسة كل واحد فينا مالك حصة في هذا البيت يبقى إيه اللي هيحصل؟ ببساطة خالص إحنا لو وفعنا قضية إيه اللي حاصل؟ البيت ده هيسترد ثمنه ويتوزع على ده يبقى يا سيد عبد الله يبقى الحل هو إيه؟ بهذا الأمر هو مش مكنش من حقه ولا يجوز له أن يبيع البيت لأن البيت ده لابدك أن يباع عن طريق الشركاء واللي عمله ده لا يجوز شرعا ولك أن تطلب وأن تحصل على حق والدتك ثم ينتقل إليك بالمراس بحسب المراس بعد ذلك يا سيدة إحنا يا سيدي تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة أولي إحنا ابتدينا نتكلم بقى على مشكلات بعض الأنماط في الأزواج والزوجات عشان نقدر نتعامل معهم إزاي؟ تكلمنا عن الزوجة البنوتة وقدمنا تصور على كيفية التعامل والدعم ديها لو سمعنا منكم أن أنتم محتاجين مزيد من الكلام عن الموضوع ده نكمل ونكمل كلامنا كمان عن الزوجة البنوتة لأن الموضوعات ده موضوعات مهمة بس دايماً هنقول طول ما أنتم جنب بعض طول ما بتسندوا بعض طول ما الحل هيبقى سهل وإن شاء الله ربنا يفتح علينا ويملى بلوتنا بالمواد والرحمة يا رب العالمين اجعل بلوتنا في خير وسعة على الدوام يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر